اشتركوا في القناة كل عام حبيبتي وانت الانسان الغالية الجميلة المبدعة والرائعة وبدورها ردت الفنانة اسعاد يونس على التهنئة بتغريدة نشرت خلالها صورة لقلب كتب فيه عبارة احبك وارفقتها بتعليق بحبك يا شيري وتفعل الجمهور بشكل واسع مع خطوة النجمة القديرة التي لا تتوانى عن اظهار العلاقة المميزة التي تجمعها بدرتها وانهالت عليها تعليقات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة مؤكدين على انهما رائعتان ومثال يحتزى به في الاحترام والانسانية ومن المعروف ان اسعاد يونس وشريهان متزوجتان من رجل الاعمال علاء الخواجة وان العلاقة بينهم كانت عداء صريح ولكن تحول الامر الى حب عميق بدأت القصة عندما تزوجت اسعاد يونس في منتصف السمانينات من رجل الاعمال علاء محمود الخواجة وانجبت منه ابنهم عمر وفي اثناء ذلك كانت شريهان الصديقة المقربة من اسعاد يونس بتعاني من ازنة نفسية ولم تجد سوى اسعاد يونس وزوجها لكي يساندها في حل ازمتها وخلال هذه الفترة تقربت شريهان من رجل الاعمال علاء الخواجة وتزوجها سرا وبعد انجاب شريهان لتفلطها الاولى لقلقة قررت وزوجها علاء الخواجة مسارحت اسعاد يونس بالامر وهنا صدمت اسعاد يونس بشدة بعد معرفتها بهذه الزيجة ووقع عداء مع ضرتها واشارت تقارير صحفية في ذلك الوقت ان في خلافات حد وقعت بين شريهان واسعاد يونس وانه مصطدم في احد فنادق القاهرة في احدى المرات والمشادة بينهم كادت ان تصل الى حد التشابج بالايدي ولكن انقلب الوضع تماما بين شريهان واسعاد يونس عام 2001 عندما اصيبت الفنانة شريهان بسرطان نادر فلم تقف بجوارها في هذه الشدة سوى صديقتها القديمة اسعاد يونس وقالت اسعاد يونس عن علاقتها بشريهان عام 2007 ان الاخيرة ساعدتها في تحول العداء بينهم الى محبة لانها وجدتها قمة في الطيبة والسزاجة مثلها ومن الصعب ان تجد رجلا في نفس شهامة زوجها اللي بتعتبره من انبل الرجال لذا سألت نفسها لماذا لا نخلق اسر سعيدة رغم انها ضد تعدد الزوجات ومن جانبها تحرس الفنانة شريهان في كل فرصة على التأكيد على محبتها الكبيرة لضرتها اسعاد يونس وانها الاخت والصديقة واول من وقف معها في محنة مرضها المؤلمة شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة